إن هذا يعكس التزام الرئيس بحقيقة تاريخية للاستمرار في مساعي السلام فلا يمكن لأي سلام أن يستيب دون الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأطالب جميع الدول بالانضمام إلى الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل استفاراتها إلى القدس أنا أتفق مع ما قاله الرئيس ترامب بالنسبة لعملية السلام ونحن نعتزم العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لتحقيق حلم السلام وأنا أؤكد أن الواقع الحالي للأماكن المقدسة لن يتغير إسرائيل ستضمن دائما الصلاة لجميع المؤمنين الرئيس ترامب شكرا لقرارك اليوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل